المبغوث الأمريكي زلمي خليلزاد يبحث في كابل الاستعدادات المتعلقة بعملية السلام لا سيما مؤتمر اسطنبول المرتقب والخطوات المقبلة بشأن دفع عملية المفاوضات بين طالبان والحكومة زيارة خليلزاد تأتي قبل أقل من شهر من موعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وفق المفاوضات بين الإدارة السابقة والحركة بالتزامن أكدت سبعة أحزاب أفغانية في بيان مشترك أهمية مؤتمر اسطنبول وحذرت الحكومة من مغبة تجاهل الفرصة التاريخية من أجل السلام في البلاد مع اقتراب الموعد الذي اتفقت عليه الإدارة الأمريكية السابقة وحركة طالبان على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وصعوبة تصور حلوث ذلك في الوقت المتبقي تتصاعد وطيرة الجهود الدبلوماسية للتعامل مع الموقف الراهن وفي هذا الإطار يزور العاصمة كابل المبعوث الأمريكي للسلام زلماي خليلزاد لبحث الاستعدادات المتعلقة بعملية السلام لا سيما مؤتمر اسطنبول المرتقب هناك التقى خليلزاد زعيم هيئة المصالحة عبدالله عبدالله لبحث الخطوات المقبلة بشأن دفع عملية المفاوضات بين طالبان والحكومة حسب ما قال مصدر في هيئة المصالحة الوطنية الأفغانية ورغم ذلك تبقى الأسئلة المطروحة أكثر من الأجوبة مع استمرار الغموض النسبي الذي يحيط بخطة واشنطن وإصرار الطالبان على الوفاء بالموعد المتفق عليه وتهديداتها باستئناف عملياتها العسكرية إذا بقيت القوات الأجنبية في البلاد دبلوماسيون أمريكيون يقولون أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتعرض لضغوط جم بهذا الشأن من كل الحزبين الأمريكيين الرئيسيين لتأجيل إخراج قوات بلاده وهو نفسه قال إن الوفاء بالموعد المذكور قد يكون صعباً لوجستياً وسط تقارير تفيد بأنه يدرس احتمال تأجيل سحب القوات إلى نوفمبر أضف إلى ذلك صدور تقارير استخباراتية أمريكية تحذر من الانسحاب المبكر لأن هذا السيناريو قد يؤدي لسقوط حكومة كابل وسيطرة طالبان على البلاد ناهيك عن احتمالات انتعاش القاعدة أو حتى داعش من جديد أقل من شهر المدة الباقية لخروج القوات الأمريكية حسب اتفاق واشنطن وطالبان وهي طبعاً لا تكفي للقيام بهذه المهمة ما ينظره كمراكبين بأن أفغانستان قد تكون مقبلة على مرحلة صعبة يزداد فيها العنف إلى مستويات جديدة ليالحديث عن هذا الموضوع معنا عبر سكايب من مدينة مكلين في ولاية فرجينيا مارك كيميت مصاعد وزير الخارجية الأسبق ليشون سياسية والعسكرية سيد مارك أهلاً بك معنا زلمايك اليزاد الآن في كابولي الحديث حول عملية السلام هل هناك ما يحمله إلى طالبان تحديداً التي تنتظر خروج القوات الأجنبية بعد أقل من شهر من الآن نعم أولاً هناك فرص ضئيلة جداً ربما ليست هناك أي فرصة أن ننسحب في غضون الأول من مايو أيار أما فيما يتعلق بزلماي خليل زاد فربما يقدموا للطالبان اتفاقاً مختلفاً يتوصل إلى إحقاق الهدفين الضروريين لمغادرة أمريكا ولكن كما قال الرئيس بايدن بطريقة منظمة ونحن قبل الانسحاب في الأول من شهر مايو أيار علينا أن نتأكد أن العنف لن يعود إلى أفغانستان إن اعتبرت طالبان أن أمريكا تنسحب من دون اتفاق ألم يكن هذا هو الاتفاق مع الإدارة السابقة بأن العنف يتوقف إطلاق النار يتوقف وبالتالي تلتزم جميع الأطراف بالاتفاق الذي عقد بين الجانبين وتخرج جميع القوات الأجنبية الآن طالبان تصير على أنها ستستهدف مرة جديدة القوات الأجنبية إذا لم تخرج في الأول من مايو هل هناك موقف أمريكي مختلف هل سنتحدث عن إعادة للعمليات العسكرية في أفغانستان؟ نعم أولا أقول إن الطالبان يستعملون بروباجاندا دقيقة عندما يقولون إن أمريكا لا تحترم الجزء المختص بها بالاتفاق في حين أنهم لا يحترموا الشق المتعلق بهم من الاتفاق بمعنى التأكد أن داعش والقاعدة ومجموعات إرهابية أخرى لن تعد موجودة في جنوب أفغانستان نعرف أن الطالبان أحيانا يتواجهون مع بعض هذه المجموعات ولكنها مازالت موجودة ونعرف أيضا أنه يجب أن نأخذ موقف الطالبان مع حذر كبير كذلك من الواضح أنهم لم يقوموا بتلبية تعهداتهم فيما يتعلق بمستويات العنف نعم لم يقتلوا جنودا من القوات الأمريكية وقوات التحالف منذ اتفاق السلام ولكنهم قتلوا الصحفيين والمسؤولين الحكوميين والمدنيين منذ توقيع اتفاق السلام ثالثا فيما يتعلق بوقف أمريكا للمباحثات الإيرانية حول الملف النووي عليهم أن يعرفوا أن أي رئيس أمريكي يمكن أن يغير ما فعله الرئيس الأسبق هذا ما فعله الرئيس ترامب أولا ثم ما يفعله الرئيس بايدن الآن وبالتالي هم يجدروا كمفاوضين أن يدركوا ذلك ماذا عن الحديث عن ضغوط يتعرض لها الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى من كل الحزبين الديمقراطي من حزبه وكذلك الجمهوري لإبقاء القوات الأمريكية هناك وأيضا هو الرئيس بايدن تحدث عن صعوبة إخراج القوات في هذه المدة القصيرة يعني الحديث عن الضغوط الحزبية على الرئيس ليس هناك من ضغط من حزب واحد كما قلت من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري يضغطاني على الرئيس بايدن وحتى التقدميين لا يريدون أن يكون أول قرار سياسي للرئيس بايدن هو قرار يسمح لنظام وحشي أن يسيطر على أفغانستان أعتقد أننا نحتاج إلى مقاربة تنائية سياسية أولا للتأكيد على تشكيل حكومة انتقالية وثانيا أن نحافظ على مجموعة محدودة من القوات الأمريكية داخل أفغانستان للتأكد من أنه لن نرى ما رأيناه في الفيتنام بعد انسحاب القوات الأمريكية وهو انهيار كامل للبلاد طيب في هذه الحالة ألم تكن هناك مباحثات حول تشكيل حكومة يتم الاتفاق عليها بين جميع الأطراف وتكون هذه الحكومة مبنية وفق الشروط الموضغة بين جميع الأطراف بخروج جميع القوات الأجنبية الآن حضرتك تتحدث عن إمكانية بقاء حتى مع التوصل إلى اتفاق بينهم إبقاء بعض القوات الأجنبية هناك أو الأمريكية هناك نعتقد نعم أننا تكلمنا أيضا عن الحكومة الانتقالية التي يجدر أن يوافق عليها كل الفرقاء كذلك ما يجدر أن يفسر للطالبان هو أن إبقاء قوة أمريكية محدودة العدد في أفغانستان يساعد ليس فقط الحكومة الأفغانية ولكن قد يساعد أيضا الطالبان على احترام التزاماتهم وفق الاتفاق لو هم في الواقع أرادوا أن يلتزموا بما وعدوا به في الاتفاق خاصة في مواجهة المجموعات الإرهابية كداعش والقاعدة وهنا أمريكا يمكنها أن تساعد طالبان في مواجهة هذه المجموعات الإرهابية والوجود الأمريكي سيساعد الإثنين بالتالي في هذه المرحلة هل تعول الولايات المتحدة على مباحثات السلام المرتقبة في إسطنبول؟ سريع الله سمعت أعتقد أن مفاوضات إسطنبول ستكون مهمة جدا أعتقد أن الحكومة التركية ستعطي زخما جديدا لمفاوضات جديدة تحصل في إسطنبول وليس في الدوحة وهي رسالة واضحة لأمريكا إننا نريد أن نقوم ببعض التغييرات كذلك إضافة بعض الدول الأخرى كتركيا في هذه الحالة قد تؤدي إلى تعزيز عملية التفاوض بسرعة وبطريقة أكثر صداقة من الجهتين أشكرك شكرا جزيلا عبر سكايب من مدينة مكلين في ولاية فرجينيا بارك كيمت مصاعد وزير الخارجي الأسبق لشؤون السياسية والعسكرية شكرا لك شكرا لك